فأفرق ما بين العالم الحقيقي والمدعي مش هنقول ما فيش حاسم عالم مدعي والمدعي اللي هو المتنطع اللي هم النابتة اللي هم بيقولون كل حاجة بدعة كل حاجة حرام تجديد أول بول تبديع أول بول نفرق بينهم ازاي؟ أولا يفرق بسلامة المنهج إن أكيد الإنسان إذا ما كان سالما في المنهج إذا ما كان أخذ عن علماء متخصصين ستجد منه يعني وضوحا في كلامه تجد منه تيسيرا دائما إذا ما وجدت تشددا تعلم أن صاحب هذا العلم أخذ من نفسه لنفسه جاب كتاب وقرأ من الكتاب وبدأ يقوله للناس نحن نقول ما عندهش علم أصلا لا ما فيش علم أصلا ما أخذ من شيخ لأن الشيخ يؤسس كما قلت العقلية أنت لما تجلس جنب الشيخ وعلمك الفقه والشيخ يعلمك الأصول والشيخ يعلمك الحديث تستفد من هذا كيف يتعامل مع السنة وهذا كيف يتعامل مع النصوص الفقهية وهذا كيف يتعامل ويعطيك أصولا وقواعد تسير عليها في فهم الفقه هنا تجد العقلية الليينة الهيينة فكلما تجد العالم متشدد متشبث برأيه اعلم لا ده فيه أمر في المنهج لذلك سيدنا سوفيان السوري وإحنا كثيرا ما نقول هذا الأثر كان يقول التشدد يحسنه كل أحد وأما العلم فرخصة من ثقة هكذا كان يقول سيدنا رضي الله عنه العلم رخصة من ثقة والثقة هذا عالم ودائما نقول المنهج الأزهري وإلى الآن يعني لا تجد جامعة تنجح في العالم الإسلامي إلا وهي تطبق المنهج الأزهري على طول لا تجد أبدا لأن المنهج الأزهري منهج أكاديمي منهج يكون شخصية الفقه يكون عقلية الفقه يعلمه كيف يتعامل مع النصوص الفقهية وكيف يتعامل مع التراث الفقهي وكثير من الجامعات العالم استقت المنهج الأزهري الزيتونة القرويين هناك جامعات أخرى متفرقة في العالم والأزهر بحمد الله موجود في كل أنحاء العالم ونكون نطلب منه المزيد والمزيد أيضا نعم